وفي ملف المساء الذي يأتيكم الليلة من جينيف تتابعون معنا المشاورات اليمنية حوار مع وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي المفاوض أهلا بكم من المساء في ثالث أيام مشاورات جينيف وافق الحوثيون إذن على الهدن الإنسانية من دون شروط مسبقة لكنهم لم يتحدثوا عن انسحابهم من المدن اليمنية وافتأ الحوثيين إلى مشاورات جينيف أشار إلى ضغوط دولية للتوصل إلى هدنة أما المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد فقد كشف أن جميع أطراف الأزمة اليمنية وافقت على اعتماد المرجعيات الثلاث للحوار وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار وقرار مجلس الأمن لازم أن اليمنية يبدأوا يتحاوروا ما بينهم هما لا يحاورون الأمم المتحدة من السهل أن تحط المسؤولية دائما على الأمم المتحدة أنها لم تستجب مع هذا وأنها تناقضت في هذه النقطة وغيرها ما دمنا لم نصل إلى أن يتفق اليمينين فيما بينهم سيكون هذا صعب جدا وأن يتحاوروا على قصد أن يتفقوا على أن يبدؤوا الحوار والنقاش ما بينهما هذه مسألة أولاً أساسية لازم نركز عليه حط المسؤولية ما عندنا عليهم آلة ولكن لا يقدمنا ولا يؤخرنا وللحديث عن مسار المشاورات في يوم الثالث ينضم إلينا من مقر إقامة الوفد اليمني في جينيف وزير الخارجية اليمني ورئيس الوفد الرسمي المفاوض رياض ياسين معالي الوزير كان من المفترض أن يكون لكم مؤتمر صحة في عصر اليوم بتوقيت جينيف وأجل كما أشرت وباختصار في بداية هذا المؤتمر أنه من أجل أو حرصاً على إنجاح المشاورات ما الذي تحرصون عليه وما الذي استجد حتى يلغى هذا المؤتمر أولاً كما تعرفون نحن وصلنا منذ بدء حتى الإعلان بدء المشاورات بيومين حسب طلب الأمم المتحدة والتقينا كما تعرفون بالأمين العام السيد بن كومون ثم أيضاً التقينا بالمبعوث الدولي الأخي اسماعيل أيضاً التقينا اليوم بسفراء الدول الأوروبية وأيضاً فريق منا التقى ببعض الخبراء وأمضينا هذه الثلاثة أيام في داخل أورقة الأمم المتحدة نتشاور مع المسؤولين الأمميين والسفراء المعنيين في ذلك الأمر لكن حتى اليوم لم يأتي الحوثيين ومليشيات صالح أفدهم بأي رؤية واضحة ماذا يريدون من يوم ما وصلوا وهم لا زالوا في الفندق يتحاورون فيما بينهم في من سيمستلهم لا زالوا يخلقون كثير من المعوقات والمشاكل يبدو أنهم فقط وصلوا هنا بأجسادهم وتركوا عقولهم وعنقيهيتهم تتصرف وكأنهم في داخل أراضي اليمن ويعتقد أنهم سيفرضون كل شيء بالقوة وداخل جينيف أعتقد أننا الآن يجب أن يدركوا بأن قواعد المشاورات والاشتباك قد اختلفت تماما إذا كانوا يستطيعون في داخل اليمن أن يفرضوا وأن يقصوا الآخرين وأن يهدموا بيوتهم كما عملوا صباح فقر هذا اليوم في بيت زميلنا الأخ عبد العزيز قباري عندما نسفوا بيته في الكامل في منطقة الدمار فقر هذا اليوم انتقاما من دوره ومشاركته معنا في جينيف أعتقد أن هذه هي العقلية فلا طائلة من وجودهم في جينيف وهذا ما كنا دائما نقول أن هذه مليشيات لا تريد أن تلتزم بأي مشاورات أو حوار أو أي التزامات أخرى وحتى هذه اللحظة لم نسمع أي شيء منهم على الإطلاق طيب لكنك لم تجب على سؤالي ما المصلحة من إلغاء المؤتمر الصحفي ما المصلحة التي كنتم ترجونها كما أشرت باختصار في بدايته المصلحة نحن نعطي للمبعوث الدولي ونعطي أيضا للقهة الأمم المتحدة فرصة أكبر حتى نعطيها مزيد من الوقت أن تستطيع أن تقنع الحوثيون في مسألة الدخول في هذه التشاورات كما قلت عقولنا مفتوحة وقلوبنا مفتوحة للدخول في تشاورات من أقل تحقيق الهدنة الإنسانية من أقل ترتيب عملية تنفيذ القرار الأممي 2216 من أقل أمور كثيرة تطلبها اللعب على مسألة الوقت الذي مارسه الحوثيون غير مقبول في داخل أورقة المجتمع الدولي أنتم أجلتم المؤتمر الصحفي لكن الوفد الحوثي أعلن أنه سيعقد مؤتمر صحفي مع وكالات الأنباء الأوروبية وأيضا الصحافة السويسرية والدولية هل تعتقد أنهم سيلتزمون بإلغاء المؤتمر الصحفي كما عملتم أنتم؟ أولا نحن لا يهمنا مؤتمرتهم الصحفية لأننا نعرف تماما أنهم سيحولونها منحة آخر للشكوى والمحاولة الاتقاه بما قئنا من أجله هنا إلى نحو آخر لديهم تصور آخر مختلف تماما عن تنفيذ قرارات المنطقة لديهم تصورات أخرى يعتقدون أن على العالم أن يقتنع بما يريدون وأن يقبروه إذا لم يقتنع بذلك ويحاولون استعطاف المجتمع الدولي من خلال التأكيد المتكرر والممل على أنه فقط إذا وقفت الضربات القوية فهذا هو الحل وهذا ما قاءوا من أجله بالإضافة أنهم يسعون إلى أجندة مختلفة خفية أخرى أيضا ضمن الأنباء وافق الحوثيون على هدنة دون شروط وأيضا دون أن يتحدثوا عن انسحابهم من المدن ألا يمكن اعتبار ذلك بادرة إيجابية ونقطة إيجابية باتجاه إمكانية عقد حوار جاد مع الوزير أولا هذا الإعلان في الحقيقة يعني يثير كثير من الأشتخرية إذا هم أعلنوا هدنة عليهم أن يطبقوها في داخل عدن وتعز والحديدة وبقية مناطق اليمن ما يقومون به حتى اللحظة هو مزيد من التصعيد مزيد من القتل والدمار مسألة الإعلان ليست بذات أهمية بإمكان أي قهة أن تعلن ما تشاء وقت ما تشاء لكن كفية التنفيذ على واقع الأرض كما قلت لك اليوم تم تفكير منزل زميلنا هناك كثير من الأمور أكيد تتابعون لأنتم الأخبار مزيد من القتل مزيد من حقز المواد اللغاثة الإنسانية لا زال المعتقلين والمحتقزين لديهم أكثر من ستة ألف شخصية لديهم كثير من الأمور التي هي واضحة لكل من يراقب ما يقري في داخل اليمن طيب إن تمت الموافقة على هدنة بمراقبة دولية معالي الوزير ما هو تصوركم أنتم كوفد حكومي أو كحكومة شرعية لمنع أي خروقات على الأرض اليمنية السؤال تقول إذا تمت حتى الآن لم تتم أي موافقة كما قلت لك لم تتم أي تشاور بهذا الخصوص كانت هناك إبداء رغبات معينة من قبل الجميع لكن لم تتم أي موافقة حتى هذا الوقت وما تسمعونه في بعض وسائل إعلامهم مقرد فبركات إعلامية لم يتم التشاور حول هذا الموضوع لكن إذا ما تمت يجب أن تكون متزامنة ومترابطة مع تنفيذ بقية قرارات الأمم المتحدة وخاصة القرار 22-16 الذي يقضي بالانسحاب الفوري لمليشية الحوثي من كل المحافظات الذي يقضي بوقف العنف الذي يقضي بالإفراج عن المعتقلين الذي يقضي بأن تعود الحكومة الشرعية إلى داخل اليمن وأن يسمح لها بأن تمارس عملها وأن لا تتدخل المليشيات الحوثية بذلك ليس فقط المسألة ما يريدونهم لكن هناك حقيقة يجب أن يلتزموا بها واسألت كيف ستطبق على وقع الأرض هذا ما قلنا لنناقشه أن تكون هناك قوات مراقبة حقيقية لأي خروقات وخاصة أنهم عندما يعطيوا فرصة قبل أربع أسابيع اخترقوا هذه الهذنة هذه الهذنة حركوا صواريخهم إلى كل المناطق صعدوا ضرباتهم ضد كل المدنيين وخاصة في مدينة عدن وتعز هاقموا تلك الأماكن حتى التي كانت هادئة في ذلك الوقت نحن متأكدين بأنهم إذا تم منحهم أي هذنة سيصعدوا الموقف لأنهم يريدون السيطرة الكاملة وكما نشاهد اليوم هناك معارك شرسة من قبلهم للدخول إلى مأرب ولدخول إلى مناطق أخرى يريدون أن يكشروا عن أنيابهم إلى العالم ويثبتوا أنهم أقوية بالأرض وهي قوة القبناء في الحقيقة نعم التقيتم ظهر اليوم في جينيف في مقر الأمم المتحدة بعدد من السفراء الأوروبيين هناك حديث أيضا ومصادر تتحدث عن أنهم طرحوا بعض الأفكار الإيجابية المتعلقة بالهدى الإنسانية التي يمكن إقامتها في اليمن وأيضا المساعي لإيجاد تحركات إنسانية للشعب اليمني ما ملامح هذه الأفكار معلي الوزير كان هناك تداول لبعض الأفكار التي اتفقنا من خلالها بأنه أي فكرة لأي هدنة إذا لم تصاحبها تطبيق عملي على الأرض يحافظ عليها يحافظ على أن تكون هناك أرضية واقعية للتطبيق من خلال كما قلت الانسحاب من المحافظات والمدن المقوف بجدية أمام أي خروقات من خلال قوات مراقبة حقيقية متواقدة لن يكون هناك أي قدوة من ذلك ستكون أي إعلان مقرد حبر على ورق لن يستمر حتى دقيقتين من بعد إعلانه طيب مع الوزير ماذا عن الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن كيف تتعامل مع سير المشاورات هنا في جنيف أعتقد نحن والحمد لله نحظى بإشادة كبيرة بأننا نقف موقف واضح وشفاف وسمعنا في الحقيقة كثير من الإشادة في أن وفدنا الرسمي أثبت بأنه يسير في الطريقة الصحيح أثبتنا بأننا قئنا إلى هنا من أقل إيقاف إطلاق النار من قبل مليشيات الحوثي من أقل وقف استمرار هذا الدمار أعتقد نحن واثقين بأننا نسير في الطريقة الصحيح بالتعاون ومساعدة الأمم المتحدة ومساعدة أيضا المبعوث الدولي إسماعيل والد الشيخ وبقيت أيضا الدول الراعية لمبادرة الخليجية وكل المجتمع الدولي يلاحظ الجميع أن هذه المليشيات ما هو مستواها الحقيقي ما هي ما هي تصرفاتها كيفية عنادها وأتأكيد على أن ما يعملونه في داخل اليمن من عبث لن يكون متكررا في خارق اليمن إن شاء الله إلى أي درجة معالي الوزير يمكن أن يستمر الوفد الرسمي في هذه المشاورات بالمضي إذا ما طلب منكم التمديد وما إمكانية إحراز أي تقدم أو انفراج يوم غد نحن فهمنا من مصادرنا ومن أيضا أحد المسؤولين في الأمم المتحدة أنه هناك حوالي يومين إلى ثلاثة أيام بالكثير لذلك نأمل أن وفد المليشيات الحوتية وصالح أن يدركوا أن الوقت ليس في صالحهم كما يعتقدون أنه وقتهم في جينيف ليس كوقتهم في داخل صنعا نعم سؤال أخير إليك معالي الوزير المبعوث الخاص من أين عليه أن يتحرك أو يتعامل مع الوفد الحوثي لدفعهم إلى القبول بالجلوس داخل مقر الأمم المتحدة حتى الآن هم لم يصلوا ماذا عليه أن يفعل حتى يتوصل إمكانية البدء بحوار جاد أنا أعتقد أن المبعوث الدولي يقب علي أن يكون أكثر صرامة وحزما مع الماليشيات لا يعتقد أي إنسان عاقل أو مبعوث دولي بأن الماليشيات الحوثية يمكن أن تلتزم بأي اتفاق أو أي كلمة أو أي وعود هو منذ أن بدأ مهمته تلقى منهم وعودا كثيرة ولاحظ أيضا أنهم كلما مر بعض الوقت ينقلبون على وعودهم وينكثون بعهودهم فأعتقد الآن يجب أن ينتقل إلى مرحلة فيها كثير من الصرامة والحزم والعزم أشكرك معالي وزير الخارجية اليمني ورئيس الوفد الرسمي المفاوض رياض ياسين شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة وهذه التوضيحات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر